بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم إخواني في هذه الحلقة الجديدة على مدونة المخترع طبعا هذه هي مدونتنا المخترع ويمكنكم أيضا زيارة على صفحتنا الفيسبوك ولا تنسى دائما الضغط على زر لايك ليصلك كل جديد طبعا على فيسبوكك الخاص طبعا في هذه الحلقة سأريكم موقع جميل جدا أستعمله بالتعرف على المواقع إن كمتنصابة أو لا طبعا لا يكفيك البحث فقط عن هذا الموقع إن كان نصاب أو لا يمكنك فقط كتابته هنا في هذا المستطيل والضغط على check it now طبعا معرفة الموقع إن كان نصاب أو لا يكون المواقع من الناحية الربحية طبعا المواقع يتعامل بالمال كيف يعني مواقع الربحية هي مواقع تتعامل بالمال يعني أنت تربح أشياء أو تضع أعمالك الخاصة في هذا الموقع وتربح من هذا الموقع بعض المال والمواقع الماركت أو مواقع الشيبينغ المواقع التي تكون هي عبارة عن متجر إلكتروني أو متجر عفوا متجر أي متجر يعني لا يهم إلكتروني أو لا تشتري منه بعض المنتوجات طبعا المنتوجات قد لا تصلك قد تشتري منتوج ولا يصلك يكون المواقع قد اهتال عليك قبل أن تشتري أو قبل أن تدفع مالك فقط جرب الموقع هنا وسيتيح لك هذا الموقع إن كان هذا الموقع نصاب أو لا طبعا هذا الموقع ليس نصاب عفوا ولا يكفي أيضا إخواني طبعا تستطيع أيضا تجريب أي موقع ليس موقع للتعامل بالمال يعني أنا جربت هنا مدونة المخترع وهي مدونة الخاصة فقد عرض معلوماتي ووضعها في الوسط يعني مدونة ليست بالقديمة جدا طبعا وضع لي طبعا هذا اليو اس اي وهو مكان الذي اشتريت منه الضومين عفوا من موقع جودا دي وهذا طبعا المستعمل هو من الجزائر طبعا هنا يظهر لك معلومات معلومات الخاصة طبعا اسمي والمكان والزيب كود وحتى طبعا وحتى أيضا رقم الهاتف كما تلاحظون يمكنك أيضا استعمال هذا الموقع من ناحية التعرف على هذه المدونة ومن صاحبها وما هو رقمه وما هو طبعا معلومات كثيرة جدا سيظهرك أو سيظهرها هذا الموقع عفوا لك نبدأ على بركة الله اخواني فاليوم احضرت لكم هذه المواقع اللائحة من المواقع النصابة والغير نصابة طبعا نقوم بالنسخ الموقع النصاب هنا اللسقه هنا ثم نضغط على check it now كما تلاحظون اخواني يقول لك الموقع ان هذا الموقع نصاب ولا ينصح باستعماله ولا ينصح بالتعامل معه موقع نصاب ويعطيك أيضا هوية هذا الموقع واين هو متواجد طبعا متواجد في USA امريكا ايضا نقوم بتجربة الموقع الغير نصاب هذا نقوم بلسقه ثم نضغط على check it now كما تلاحظون اخواني يقول لك ان هذا الموقع امن يمكنك الدخول اليه وتجربة هذا الموقع والتعامل معه بدون اي مشاكل اتمنى من صبيب القلب ان تكون هذه الحلقة قد اعجبتكم اخواني شكرا والسلام عليكم في حلقة جديدة اخرى على مدونة المختلفة